السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب الثاني عشر بلتقي اليوم مع الجزء الثالث من درسي الأهل أهلي والبلاد بلادي للشاعر فوز المعلوف ويتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يحدد مواضع التناص مبينا أوجه التشابه بين النص ونصوص أخرى يستدل من النص على مقاومات التجربة الشعرية الفكر والعاطفة واللغة الشعرية يستنتج الخصائص الإبداعية والجمالية للمدرسة الرومانسية المتحققة في قصيدة الأهل أهلي عزيزي الطالب وقفنا في الجزئين السابقين من درسي الأهل أهلي مع الأفكار الرئيسة والفرعية معاني المفردات المعجمية والسياقية والضمنية المجاز ودوره في القصيدة عناصر التنظيم الصوتي والمعنوي والآن أجب عما يأتي صغل الفكرة الرئيسة للمقطع الثاني من القصيدة تفضل؟ أحسنت ذكريات الشاعر في وطنه فالأهل أهلي والبلاد بلادي ما المعنى الضمني لما سبق؟ بوركتوم الشاعر باق على عهد الوفاء والاعتزاز بأهله وبلاده والآن أحبتي نبدأ الجزء الثالث مع التناص وقد مر معنا في دروس سابقة وهو التقاء نص مع آخر باللفظ أو بالمعنى أو بكليهما وللتناص دور مهم فهو يثر النص ويساعد الكتاب والشعراء على التعبير عن معاني كثيرة وتأكيدها بألفاظ قليلة ويحمل النص الجديد مضامين النص القديم وللتناص كما تعلمون أحبة أنواع الديني والأدبي والتاريخي ويكون التناص مباشرا عند الاقتباس الحرفي للكلمات وغير مباشر عند تضمين فكرة دون اقتباس حرفي لها والآن عزيزي الطالب أجب عن السؤال العاشر في الصفحة الواحدة والأربعين قال شاعر آخر سابق لشاعرنا بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام حدد من أبيات النص ما يتناص مع البيت السابق تفضل أحسنت مهما يجر وطني علي وأهله فالأهل أهلي والبلاد بلادي ما أوجه الالتقاء في البيتين من حيث المعنى والمفردات والصور الفنية المستخدمة من حيث المعنى تفضل أحسنت كلا الشاعرين يرى أن حب الوطن وأهله في قلبه لا يتزعزع حتى وإن تعرض للظلم والجحود من الوطن وأهله من حيث المفردات أحسنتم هناك اتفاق مثل جارت تجر أهلي بلادي كما استخدم كلاهما أسلوب الشرط لإحداث المفارقة بين الشرط وهو جور الوطن وأهله وجوابه وهو إخلاص الشاعر أما من حيث الصور تفضل بني أحسنت فالشاعران وظفا الاستعارة المكنية من خلال تشخيص الوطن للدلالة على مكانته في قلبيهما والآن عزيزي الطالب ننتقل للحديث عن التجربة الشعرية وهي تلك الحالة الشعورية الإنسانية التي يعايشها الشاعر عند تفاعله مع حدث طارئ أو ظاهرة تحرك مشاعره وتلهب إحساسه فيعبر عنها تعبيرا لغويا مبتكرا ومؤثرا وللتجربة الشعرية مقومات وهي العاطفة والفكرة واللغة الشعرية وبتضافر هذه المقومات يتحقق النجاح في النص وللتجربة الشعرية ثلاثة أنواع ذاتية خالصة عندما يتعرض الشاعر لموقف خاص به كقول الشاعر عن فقده أحد أبنائه توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد وإنسانية عندما يتعرض الشاعر لأمر يعني الإنسانية كلها كقول الشاعر صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقمي ذاتية إنسانية وفيها يطرح الشاعر قضية ذاتية تتحول إلى إنسانية أي يتعرض لها كثير من الناس ومن ذلك قول إلياس فرحات أحد شعراء المهجر يصف مشاعره الحزينة مع حلول أحد الأعياد يا عيد عت وأدمعي منهلة والقلب بين صوارم ورماحي والنفس بائسة فليس بنافع عذل العذول وغيرة النصاح والآن أحبتي مع التجربة الشعرية في قصيدة الأهل أهلي نبدأ بالعاطفة فقد تجاذبت الشاعر في القصيدة عدة مشاعر وتلونت عاطفته بمجموعة من الألوان منها عاطفة الحزن والألم بعثها البعد عن الوطن والدليل عليها من القصيدة مدمعك تذيبها نيرانها هائج تئن أواه ومنها أيضا عاطفة الشوق والحنين بعثها تذكر الوطن والدليل عليها أيام كنت به هواك بسام زاهر فكرك هادي كما وجدنا عاطفة الانتماء والإعزاز بعثها حب الوطن وأهله والدليل عليها قول الشاعر حب ذا عود القديم الأهل أهلي والبلاد بلادي والآن عزيزي الطالب أجب عن السؤال الخامس في الصفحة الأربعين يسيطر على الشاعر في المقطع الأول إحساس بالحزن والأسى دلل على ذلك بمثالين من ألفاظ المقطع وتعبيراته مبينا رأيك في صدق عاطفته ومدى توفيقه في التعبير عنها بارك الله فيك سيطرت على الشاعر في المقطع الأول من القصيدة عاطفة الحزن والأسى والحسرة نتيجة اغترابه عن وطنه وقد جاءت ألفاظ المقطع وتعبيراته ملونة بلون تلك العاطفة حيث نجد فيه أصبحت في بحر هائج متلاطم الأمواج تهدر فيه نأت ديار الأهل فلم يعد لك مأمل ونرى أن سيطرة تلك المشاعر على شاعر محب لوطنه أمر منطقي فضلا عن توفيق الشاعر في اختيار ألفاظه وتعبيراته وصوره في نقل تلك الحالة الشعورية بإيجادة ومن مقومات التجربة الشعرية الفكرة فقد تحدث الشاعر في قصيدته عن آلام الغربة وذكرياته في وطنه ووفائه لأهله ووطنه والآن عزيزي الطالب تعال معي لنجيب عن السؤال السابع في الصفحة الأربعين الشاعر لم يغادر وطنه وطنه عن رضا فهل أقنعك بذلك؟ هات من أفكار النصي وأساليبه ما يؤكد هذه الحقيقة أحسنت يبدو من خلال تعلق قلب الشاعر بوطنه وارتباطه الشديد به برغم اغترابه عنه ما يدل على أن تلك الغربة لم تكن عن اختيار الشاعر ورضاه فتلك الآلام التي تعتصر قلبه وتلك الصور التي لا تفارق قياله والتي تجعله يحيا في ربوع وطنه ليل نهار فضلا عن تلك العهود التي يقطعها الشاعر على نفسه من وفاء العهد وحفظ الود بل يصل الأمر إلى أبعد من ذلك فالشاعر قد جعل الوطن غايته في جهاده وسعيه كذلك استطاع الشاعر من خلال التنويع بين الخبر والإنشاء أن يستحوذ على عقل المتلقي وعاطفته زيادة في إقناعه بالفكرة ومن مقومات التجربة الشعرية في القصيدة اللغة الشعرية وهي ذلك الوعاء الذي يحمل مشاعر الشاعر وأحاسيسه فنجد صهار اللفظ مع المعنى مكونا نسيجا جديدا أو مولودا جديدا نسميه النص ومعا عزيزي الطالب تعال لنرى ذلك من خلال البيت الآتي ونأت ديار الأهل عنك فلم يعد لك مأمل برجوع عهد الوادي ففي البيت السابق كمثال نرى الشاعر قد عبر عن تجربته من خلال لغة شعرية تتمثل في الألفاظ والتراكيب المعبرة والموحية بالحسرة وفقدان الأمل كما في قوله لم يعد لك مأمل وكذلك نلمح تلك الصورة في قوله نأت ديار الأهل وكأن الديار عزيز الرحل ولن يعود فضلا عن الأسلوب الخبري الذي يحمل بين طياته تقريرا لحقيقة الفقد والغربة الأبدية والآن عزيزي الطالب اقرأ الأبيات ثم أجب عن السؤالين الآتيين حدد من الأبيات السابقة ما يتضمن المعاني الآتية مهما يصب الوطن من نوائب يظل محببا إلى القلب أحسنت البيت الحادي عشر لا هم ولا شاغل للشاعر سوى أهله ووطنه أحسنتم البيت الرابع عشر اذكر قيمة إنسانية تضمنتها الأبيات السابقة أحسنت حب الوطن والانتماء له والوفاء له ولأهله والآن عزيزي الطالب تعال معي لنستذكر الخصائص الفنية للمدرسة الرومانسية أولا التعبير عن تجربة شعورية ذاتية يطغى عليها الحزن ثانيا تجديد الأوزان واستعمال البحور المجزؤة وتنوع القواف ثالثا الدعوة إلى تحقيق الوحدة العضوية المتمثلة في وحدة الموضوع وترابط الأفكار ووحدة الجو النفسي رابعا الاهتمام بالخيال خامسا الامتزاج بالطبيعة ومناجاتها وتصويرها سادسا سهولة الألفاظ وعذوبتها وحيويتها سابعا التجديد في الموضوعات الشعرية والتأكيد على أن الأدب إبداع والآن أحبتي تعالوا معي لنستكشف خصائص المدرسة الرومانسية المتحققة في قصيدة الأهل أهلي التعبير عن تجربة ذاتية صادقة يطغى عليها الشعور بالحزن أين نجد هذه الخصيصة في قصيدة الأهل أهلي؟ أحسنتم أبيات المقطع الأول كاملة الدعوة إلى تحقيق الوحدة العضوية أحسنت يمثلها في النص وحدة الموضوع الغربة عن الوطن وترابط الأفكار فقد جاءت أفكار النص كلها في فلك الغربة عن الأهل والوطن وأثر ذلك في حياة الشاعر ووحدة الجو النفسي فقد غلب على الشاعر عاطفة الحزن والألم واليأس من العودة إلى وطنه وكلها مشاعر متجانسة الاهتمام بالخيال يمثل هذه الخصيصة في قصيدة الأهل أهلي احتفاء الشاعر بالخيال بنوعيه الجزئي والكلي وتوظيفهما في كل بيت من أبيات القصيدة كما حرص الشاعر على تجانس صوره وأخيلته لخدمة فكرته وعاطفته ومن خصائص المدرسة الرومانسية المتحققة في القصيدة الامتزاج بالطبيعة يمثلها في النص قول الشاعر ومن خصائص المدرسة الرومانسية في القصيدة أيضا سهولة الألفاظ وعذوبتها وحيويتها فقد اتسمت ألفاظ النص بالسهولة والوضوح والبعد عن المهجور والغامض من الألفاظ فضلا عن عذوبة الألفاظ وخلوها من التنافر والاضطراب الصوتي مثل تذيبها يهمي ينتهي وكذلك اتسمت بالحيوية كقول الشاعر أطلق يهمي تهدر تتصيد ومن خصائص المدرسة الرومانسية المتحققة في قصيدة الأهل أهلي التجديد في الموضوعات فموضوع القصيدة من الموضوعات الجديدة وهو الغربة القهرية عن الأهل والوطن أحبتي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية